أفدت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن إذاعة كان الإسرائيلية أن تل أبيب لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن إرسال الوفد الأمني إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات حول صفقة التبادل المحتملة ووقف إطلاق النار خلال شهر رمضان على صعيد آخر ذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية أن جولة جديدة من المحادثات سدقرى في باريس السبت القادم بمشاركة رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ومسؤولين مصريين وقطريين ترجمة نانسي قنع